تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة التوقعات توقعات الأبراج للأسبوع الأول من شهر آب 2023 وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل الفلك عم يتحدث عن لقاءات عن اجتماعات عن علاقات عامة ممكن أنك أنت تستفيد منها وكمان أنت تريحك من الناحية المهنية وكمان عم نشوف دعم إيجابي ممكن يكون من جهة مقربة منك وكمان بعض الترتيبات الطرقة اللي رح تشتغل عليها وخصوصا فيما يتعلق بأزمتك المالية عاطفياً ابتدى الشريك يعرف إيمتك أكتر ابتدى يتفهم ظروفك وكمان كأنه رح يقدم لك الدعم المطلوب والوقت كفيل بالنتيجة اللي أنت عم بتفكر فيها مولود ده برج الطور أصبحت على مسافة قريبة من الحلول المهنية يلي كنت عم بتراهن عليها أن تغير الواقع الحالي يلي أنت عم بتعيشه وكمان عم نشوف فيه تغييرات حاسمة تتعلق كمان بوضعك المهنية لربما تكون كمان عم تفكر بخلص يعني انطلاقة جديدة وكمان بداية جديدة أو حتى بمشروعك الخاص أو ببعض الأعمال الحرة عاطفيا الأجواء العاطفية مستقرة وغير مستقرة مع الشريك وكأنه الحال على حاله ولكن بطريقتك وبزكائك رح تعرف كيف تلعبها بشكل إيجابي ورح تمنع أي تدخلات تكون جوة علاقتك مولود الجوزاء يمكن أنت مرأت بفترة من الأحباط عمرت بفترة فيها أحباط فيها ملل فيها كسل وكمان ما كانت راضي عن وضعك المهنية فعم نشوف التأثيرات الفلكية رح تحدد مصيرك المهنية الجاية يعني عم نشوف فيه مصير مهنية جديد بانتظارك وكمان أنت يمكن أنك تسعى لتطوير قدراتك إن كان من خلال ورشة عمل أو حتى تدريبات معينة أو تمرينات معينة مع جهة أنت بتوسق فيها وبتوسق بسمعتها عاطفيا التطفل على علاقتك العاطفية هذا كان سبب إزعاجك وسبب الأساسي اللي زعج الشريك وكمان عم نشوفك كأنك عم بتحضر حالك لاستعادة الثقة بالعلاقة مع الشريك مولود برج السرطان كأنك أمام مصار مهنة جديد أمام مصير مهنة جديد وكمان بتحمس على الانتقال باتجاه البدائل وبذات الوقت متخوف من أنه المردود المالي ما يكون عاشبك وكمان فيه سفر بانتظار الأغلبية من موليد برج السرطان عاطفيا كأنك هلأ أمام الصورة عاطفية جديدة فيها مشاعر متنقضة ما بين التقارب والتباعد مع الشريك ولكن المتخاص مين حشوفي نوع من الاعتاب والمصالحة بيناتكم وأما الأغلبية منكم هم نشوف الأجواء رايحة باتجاه قرارات مصرية تبدو ممتازة مولود الأسد عم تنتظر جواب يمكن أو موافقة أو رد أو حتى كمان خبرية أو معلومة تساعدك على تطوير وضعك المهني أو حتى تباشر بخطوة جديدة وتبدأ بشكل أفضل ولكن الوضع المالي عندك ما زال غير مطمئن بالنسبة لك بالرغم من اجتهاداتك على تحسين الوضع عاطفيا الحوار كتير مهم مع الشريك وتبادل الحوار والنقاشات وكمان الأحاديث رح يخفف من حدة التوترات وكمان كأنه حتتوضح الأمور ما بينك وبينه شريكك العاطفة بشكل أفضل يعني كأنك أنت عم بتفكر كيف تقرب المسافة بيناتكم المسافة العاطفية بالرغم أنه الجواء التوتر حاضرة بين وقت ووقت بالعلاقة مع الشريك مولود برج العزراء كأنه في عنا أزمة مهنية سابقة هذه الأزمة المهنية السابقة بعد عم بتدور براسك بعدك متخوف منها خيفين من تكرار نفس السيناريو وكمان كأنك انفهمت بطريقة خاطئة مع محيط عملك الحالي بكل الأحوال عم نشوف مولود برج العزراء رغم اعتراضه على حياته المهنية إلا أنه ما رح يكف عن البحث عن البدائل يلي ممكن تخليه مرتاح وكأنك أمام اتجاهان من الناحية المهنية عاطفيا بعض المواضيع العائلية ممكن تزعجك أو تزعج الشريك وممكن كمان هالمسائل العائلية تتطفل على حياتك العاطفية تحديدا ومن الضروري أنك أنت تحط العنوين العريضة وتحجم يلي عم بيحاولوا يكونوا طرف بعلاقتك مع الشريك مولود الميزان عم تتوضح الصورة قدامك من ناحية العمل وكمان بذات الوقت عم تسعى لتوسيع مواردك المالية يعني أنت كأنه مردودك المالي ما عم بكفيك وكأنه مسئولياتك عم بتزيد أكتر وأكتر وكمان ما ننسى الدعم العائلي يلي أنت عم بتقدمه لعائلتك وكمان برجع بشدد على التعب الصحي أو القلق الصحي يلي مسيطر عليك من الضروري تراجع طبيبك الخاص عاطفيا الفرص تبدو ممتازة وخصوصا عند الرغبين بالارتباط وأما كمان الأقلية من موليات برجع الميزان منهم راضيين عن تصرفات الشريك ولكن رح يعرفوا كيف يستوعبوا أو يحتووا المواقف العاطفية وتصرفات الشريك بطريقة أنه مبقى تزعجهم مثل الأول مولود العقرب نظرتك للواقع المهني اللي عم بتعيشه لا يبدو إيجابي ولكنك عم تتحضر ما بينك وبين نفسك للمغادرة أو عم تتحضر أنك أنت تلعب على نوع من الوساطة أو دعم معين يقوي موقعك بداخل المحيط يلي أنت عم تشتغل معه عاطفيا علاقتك مع الشريك اللي ربما تكون خاضع على بعض القيود الحياتية وكمان عملية ترتيب العلاقة ما بينك وبينه بحاجة لشوية وقت مولود القوس موقعك المهني أو حتى وظيفتك الحالية أو حتى كمان أعمالك الحالية منك راضي عنها ورح تسعى بتطويره وكمان لربما كمان شوفك أنت أمام خط عمل جديد كأنه خطين عمل بوقت واحد يمكن الخط اللي أنت فيه وعم شوف كمان تبتكر أو تطور حالك ليكون عندك كمان عمل إضافي أو أعمال حرة تعطيك مردود مالية أسرع عاطفيا التعامل مع الشريك بمرونة رح يريح الشريك بشكل أفضل ورح يخلي العلاقة ما بينك وبينه تتحول لاستقرار من بعد ما كنت فائد الاستقرار لفترة طويلة وكأنه هذا الاستقرار كان فيه حدا عم بيلعب باستقرارك العاطفة استقرار علاقتك مع الشريك فيه طرف ثالث عم بيلعب باستقرار علاقتك مع الشريك مولود ده برج الجدي ما تنفرد بقراراتك المهنية لوحدك وخصوصا إذا كنت أنت عم بتفكر تفوت بمشروع عمل أو حتى عم بتفكر بالأعمال المستقلة أو الأعمال الحرة وكمان عم نشوف مولود ده برج الجدي رح يسعى على تحسين صورته المهنية والعاطفية قدام الشريك تحديدا عاطفيا الوقت مناسب لفكفكة الخلافات السابقة يلي حصلت ما بينك وبين الشريك وكمان رح تعتمد اسلوب المروني بعملية التعاطي معه مولود ده برج الدلو كأنك كانت عم بتدور أفكار براسك بتقلك تترك الشغل أو حتى ما بقى بدك هيدا الوظيفة هيدا الأفكار ممكن تضرك فما تفكر أنك تترك وظيفتك أو موقعك الحالي قبل ما يكون البديل الفوري جاهز بكل الأحوال عم نشوف فيه مرحلة مصرية بانتظار الأغلبية من موليد برج الدلو كان المتمسكين بوظيفتهم ممكن يحصلوا على ترقية وكمان لكل اللي عم بيحسوا أنه مردودهم من مالي قليل الأغلبية منكم عم بفكر بقرار مهن جديد وكمان عم نشوف عتبة بيت جديدة بانتظار موليد برج الدلو عاطفيا وجهة نظرك بالدفاع عن حقوقك تعتبر أننية منك بحال أنت حاولت أنك أنت تبرر للشريك من خلال هذه التصرفات فشريكك العاطفي بحاجة للاهتمام من عندك فأنت هون مقصر بحقه من ناحية الاهتمام العاطفي وبذات الوقت عم نشوف مولود برج الدلو عم يتحضر لمرحلة عاطفية فيها الكتير من الاستقرار وآخر الأبراج معنا مولود برج الحوت كمان عم نشوف مولود برج الحوت عم يستنى الرد الحاسم فيما يتعلق بوضعه المهني وكمان عم نشوف فيه نوع من الإيجابيات أو حتى كمان لربما دعم مهني أو دعم بوظيفة أو دعم بموقع أو حتى بمشروع عمل قد يكون عن طريق أحد الأصدقاء أو أحد المعارف المقربين منك عاطفيا الاستمرارية بالعلاقة مع الشريك بهذا الشكل رح يخلي الأمور ما بينك وبينه على نفس الحال من الضروري أنك تسعى لتطوير العلاقة ولكن كمان ما تعطي فوق طاقتك ما تعطي فوق طاقتك لكسر سلبية الأجواء اللي عم بتعيشها بالعكس نصحتنا لك أنك أنت الحوار من الضروري أن يكون مفتوح ما بينك وبين الشريكة العاطفة ولكن بما يتناسب ظروف العلاقة أو ظروف الطرفين أظلكم بعلف خير وبي باي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر